مشاهدين أهلا بكم وجولة إخبارية جديدة من التلفزيون المصري وإلى تفاصيلها حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجرها الملحي وكفة مرافقها وبنيتها التحتية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس حيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع وعدد من المسؤولين اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والسيد مصطفى الدوجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس اطلع على بيان بحركة الملاحة في قناة السويس خلال الربع الأول من العام الجاري أظهر ارتفاع أعداد السفن التي مرت بالقناة بنسبة حوالي 20% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي وارتفاع الإيرادات لتسجل حوالي 2.3 مليار دولار بنسبة زيادة عن العام الماضي تبلغ حوالي 35% مع تسجيل القناة كذلك لأعلى معدل عبور يومي في تاريخها يوم الثالث عشر من مارس الماضي بلغ مئة وسبعة سفن بحمول ستة وثلاثة من عشر مليون طن كما عرض الفريق سامر بيع محاور ومشروعات تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس بالإضافة إلى جهود الهيئة لتحديث أسطولها البحرية وما يضمه من قاطرات وكركات حفر في ضوء محورية دورها في تأمين المجرى الملاحي ومعاونة السفن العابرة للقناة وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجرها الملاحي وكافة مرافقها وبنيتها التحتية بهدف الاستمرار في أدائها المتميز المشهود له عالميا بالكفاءة والقدرة وذلك في ضوء مكانتها المتفردة على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض الجهود الجارية لتوطين صناعة سفن ومراكب الصيد الحديثة في مصر بهدف زيادة الإنتاج من صيد الأسماك في السواحل والبحيرات المصرية كما تم تناول مصار تنشيط سياحة اليخوت وتطوير الموانئ الخاصة بها وتزويدها بالخدمات اللازمة حيث واجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتدليل العقبات والتحديات التي تواجه تطوير هذا القطاع المهم من مختلف الجوانب سعيا لأهمية الاستثمار الأمثل للمزايا الطبيعية التي تتمتع بها مصر في ضوء موقعها الجغرافي الفريد على البحرين المتوسط والأحمر اشتركوا في القناة